شدد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري على عدم السماح بأيت جاوزات واختلالات وضرورة العمل مع مختلف الجهات وفقا لتفاهمات واضحة وسليمة جاء ذلك خلال اللقائه اليوم بالعاصمة عدن القيم بعمل مدير برنامج الغذاء العالمي بمكتب عدن السيد محمد شيخ وأكد العكبري حرص وزارة التربية على العمل مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين بما فيها الغذاء العالمي مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنظم المحددة وعدم تجاوزها تحت أي طار موضحا إلى أن عمل مشروع التغذية المدرسية خلال الفترة الماضية وما رفقه من تحديات وصعوبات يجب معالجتها بصورة سليمة من جهته أكد السيد شيخ على حرص المرضمة على استيعاب كافة الملاحظات التي جرى مناقشتها خلال اللقاء والعمل على التعاون المشترك بين الجانبين